اشتركوا في القناة تفصيل وتأثيراتهم خلينا نبدأ في توقعاتنا خلينا نشوف اليوم القمر اللي رح يكون اغلب الوقت موجود في منزلة الطرف وهي للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة مساء من مساء يوم الاثنين لا ينتقل بعدها لمنزلة الجبهة وهي للسلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر حكينا انه هو موجود في برج السرطان وتأثيره لما بكون موجود في برج السرطان على جميع الابراج بنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان إلنا ولأحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا بحيث أنه نشعر بحافظ لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير والغيرة نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها ووسعنا شراء عقار أو زراعة نبتة أو شجيرة مثلا أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية هي زاوية بطيئة هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين العطارد وهاي راح تكون في تمام الساعة وحدة وتسعة واربعين دقيقة صباحا عند حدوث هذا الاتصال دائما تتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة وبيتعذر كان يتعذر فهمها بالسابق وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تناقلات أو سفريات ضرورية طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بنتقل العطارد من برج الحمل لبرج الثور الساعة عشر وتسعة وعشرين دقيقة يعني في ساعة الظهر عند الانتقال طبعا هذا يعني راح يظل موجود عطارد في برج الثور لغاية فجر أربعة خمسة يعني أكثر من أسبوعين أو أسبوعين تقريبا خلال فترة الأسبوعين المذكورين بيشعر موريد برج الثور بقوة الفكر والقدرة على إقناع الغير بوجهة نظرهم وبتزداد رغبتهم في الدراسة والمطالعة وإجراء اتصالاتهم أو القيام بسفرياتهم الضرورية بيستفيد معهم في ذلك موريد الأبراج الترابية الأخرى زي العذراء والجدي والأبراج المائية زي السرطان والعقرب والحوت وكذلك كل شخص تواجد كوكب عطارد ساعة ولادته في برج الثور طبعا أي شخص مولود برج عطارد كوكب عطارد بيكون موجود في برج الثور بتكون يعني له صفات معينة بتنصب أفكاره حول الجانب العملي في المواضيع اللي بيشغله بيتواصل بيتوصل لقرارات ببطء يعني شوي هيك بيكون بطيء بالتفكير دائما بيحب يدرس المواضيع ويقيمها وبيقيم كل خطوة من خطواته وهو غالبا بيتمسك بعناد بأراءه وأفكاره بغض النظر إن كان هذا حق أو مش حقه يعني حقه أو مش حقه دائما بيكون عنيدة شوي بالأفكار أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون فيه تمام الساعة 2.55 دقيقة عصرا بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميد طبعا الانتقال اللي رح يصير بعديها هو انتقال الشمس من برج الحمل لبرج الثور فعشان هيك منقول لك كل موليد برج الثور كل عام وإنتم بخير لأنه من الابتداء من اليوم بتبدأ عيد ميلادكم فعشان هيك منقول لكم كل عام وإنتم بكل الخير والسعادة إن شاء الله طبعا بما أنه عطارد والشمس رح ينتقلوا فالآثار والتأثيرات رح تكون متشابهة فعشان هيك ما حكيت إش التأثيرات تاعت عطارد تأثيرات الشمس هي نفس تأثيرات عطارد يعني نفس اللي بدي يتركز عليها فعشان هيك جمعتهم بالتأثيرات انتقال الشمس بصورة عامة أثناء وجود الشمس في برج الثور منكون أكثر ترويا في تصرفاتنا هذا كل الأبراج وتحركاتنا نحو هدفنا على عكس الفترة السابقة بوجود الشمس في الحمل لأنه تتميز بالأجواء الدينماكية والتسرع والحركة والقرارات من ميل خلال الأسابيع الأربعة للمحافظة على ممتلكاتنا ومندرس خطواتنا قبل التنفيذ نعشق جمال الطبيعة من ميل الأبناء والبناء والتعمير بيشعر موليد برج الثور بوضع صحي أفضل من السابق خصوصا كل ما اقترب عيد ميلادهم بيقبلوا على عملهم بهمة ونشاط بيستفيد معهم غير موليد برج الثور الأبراج الترابية والجدي والمائية زي سرطان والعقرب والحوت ولكن أضعفهم هو موليد برج العقرب لأنه بكون مقابلهم تماما فهذا بيضغط عليهم شوي فبدهم ينتبهوا على صحتهم وعلى عصبيتهم في الفترة القادمة أما بالنسبة طبعا على أبرز المجالات اللي رح تتركز على كل الأبراج بالفترة القادمة أثناء وجود الشمس في برج الثور موليد برج الحمل بما أنه عطارد والشمس مع بعض فتتركز كل أفكارهم الفترة القادمة على المكاسب المالية كيفية التحصيل المالي فرص لبعض المشاريع أو الأشياء اللي ممكن يحصلوا من خلالها أمور مالية أما بالنسبة لموليد برج الثور بيبدأوا فترة أفضل من سابقتها صحيا ونفسيا بالنسبة للجوزاء بتتراجع صحتهم لأنه الشمس صارت موجودة في بيت المتاعب الزهرة في بيت المتاعب وعطارد في بيت المتاعب فبكون الضغط على موليد برج الجوزاء بشكل كبير بدهم ينتبهوا على صحتهم وينتبهوا من بعض الأشخاص اللي ممكن يتآمروا عليهم بالخفاء أما بالنسبة لموليد برج السرطان بينشطوا اجتماعيا بلقاءاتهم وتعاونهم مع الناس أو لقاءات أو علاقات جديدة بتدخل حياتهم موليد برج الأسد بيدفعوا بمصالحهم في مجال العمل وعمل جديد أو تطوير عمل معين أو علاقات بتكون مع رؤسائهم وزملائهم وشخصيات دون نفوذ أما بالنسبة لموليد برج العذراء فالفترة القادمة هي من أفضل الفترات لألهم لأنه رح ينشطوا في مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة اللي بيشتغلوا في مجالات الاستراد والتصدير اللي عندهم قضايا قضائية كلها هاي أمور حتى على مستوى الدراسة الجامعية فهي تحافز لألهم أو دافع لألهم أنهم يحققوا إنجازات كبيرة بالنسبة لموليد برج الميزان بنظموا أمورهم المالية المشتركة كلها بتعتمد على أشياء لها علاقة بقضايا أو تحصيل أموال أو قضايا مالية كانت معقدة في الفترة الماضية أو الأموال المشتركة هم إيلا رح ينشطوا فيها بالفترة القادمة بالنسبة للعقرب بيعززوا شراكاتهم بشكل كبير ولكن زي ما حكينا أنه تواجدوا الكواكب هاي كلها مقابلهم تماما بتضعف من طاقتهم فعشان هيك بدهم ينتبهوا على صحتهم ينتبهوا على طاقتهم ويبعدوا عن الخلافات قدر الإمكان لأنه دائما في هاي الفترات عدوهم بكون أكبر منهم أو أقوى منهم ومخاسرهم بتكون كبيرة بالنسبة لموليد برج القاوس بيتراكم العمل عندهم بدهم ينتبهوا بشكل كبير لأنه الشمس صارت موجودة في البيت السادس فكله بصير ضغط على العمل بدهم ينتبهوا لصحتهم لأنه بيت الصحة والعمل الجدي فترة حظ في العاطفة والمال والزواج والارتباط بتكون قوية جدا والحب والغراميات وحتى الأولاد فهاي فترة ممتازة جدا لإلهم الدلو بيستفيدوا في المجالات اللي إلها علاقة بالعقارات والسكن وتعزيز الروابط العائلية والأمور العائلية بشكل كبير وفي منهم ممكن يرحل لبيت أو يشتري بيت أو اللي بيشتغلوا في مجالات العقارات ممكن يستفيدوا في هاي الأمور أما بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا النشاط عندهم رح يصير مكثف نشاط الاتصالات والتنقلات والتعامل مع الإخوة والجيران والدراسة اللي بيشتغلوا على نمط المحلات الصغيرة أو اللي بيشتغلوا في مجال التجارة بيستفيدوا في منهم أشخاص رح يشتروا سيارات أو إلكترونيات رح يهتموا فيها بشكل كبير فهي نقطة لصالحهم الفترة القادمة بدهم يحاولوا أنهم يركزوا عليها بشكل كبير طبعا بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء عشرين أربعة بيبدأ في تمام الساعة اثناش وثلاث دقائق بعد منتصف الليل وبيستمر حتى تمام الساعة ست وعشر دقائق صباحا لينتقل القمر لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المربع ثمان أيام في تمام الساعة ثمانية ويوء ودقيقة صباحا بيصبح تسع أيام وبتصير نسبة الإضاءة خمس واربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب وتحركات الكواكب في الفترة القادمة واليوم الشمس في الحمل بدأ تنتقل للثور زي ما حكينا ورح تمكث فيها لغاية عشرين خمسة سعيدة بنسبة مية في المية القمر في السرطان حتى يوم عشرين أربعة يعني لبكرة سعيد بنسبة أربعين في المية عطارد في الحمل بدأ ينتقل للثور ورح يمكث في الثور لغاية أربعة خمسة سعيد بنسبة خمس واربعين في المية الزهرة في الثور حتى يوم تسعة خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشرة في المية ورح نصف الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة في المية نبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة بعدين بيبدأ عملية التراجع سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة لا تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة ووسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذروا من الخلافات والانتقادات والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك لعباء كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة برج الثور بتنشطوا في أمور الهالاقة بالسفر والاتصالات كونوا أكثر صبر على الطرقات يوم مناسب لاجتياز امتحان دافع عن مبادئك ولكن بليوني ودبلوماسية انتبه لكلامك واحفظ خط الرجعة بتتمتع بلقاءات واجتماعات الفترة هاي بتحمل عمل مفيد ممكن تتأخذ خلالها بعض القرارات المهمة برج الجوزة تم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو ممكن يحصل على هدية أهم إش أنكم تخففوا من النفقات نظموا أموركم المالية وما تسمح للأقصاد بالتراكم ادفع المستحقات والأولويات وما تخلي أحد أنه يغشك أو يدفعك لتوظيف الأموال بطريق الغلط برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم بتزداد عزيمتكم وبترتفع المعنويات والحضوض بشكل جيد وبتكون ناجح في التحرك بأي اتجاه أنت بدك تروح إله الفترة هاي إيجابية بتلمس من خلالها انفراج وتقدم برج الأسد طبعا ما زال إنه التعب بيسيطر عليكم بسبب وجود القمر في بيت المتاعب بكرة بتصير الأجواء أحسن من ساعات الصباح ولكن اليوم انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وأخلدوا للراحة بتكون الفترة فارغة من الحضوض وممكن تخفي لك عداوي أو مؤامرة عليك تجنب المشاكل راعي أعمالك وسيرها آخذا بعين الاعتبار التأخير في المواعيد والنشاطات برج العذراء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد أحدهم بتحتاج لحشد التأييد باستطاعتك كسب تعاطف الآخرين والتميز في علاقاتك الفترة هاي بتحمل نجاح وانتشار وعندك ثقة بالنفس عالي جداً اليوم تتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين ووسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أهم إش إنك ما تشوه سمعتك الظروف تكون ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة عمل مهمة كن منتبه لكل شيء وما تترك الطيش أو اللهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج العقرب بتنشطوا في مسائل إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتميلوا للإسترخاء والإستجمام ولكن يجب أن تحذر الفوضى فترة مناسبة للتشاور والعقد المفاوضات والمشاركة في مختلف النشاطات برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض بترغبوا في لفة الأنظار وتبديد الأجواء السلبية يعني حاولوا أنكوا تطلعوا من الجو اللي أنتوا فيه حاولوا أنكوا تخرجوا مع الأصدقاء حاول أنك تمرح اليوم فكر بالغد وباستقرار وضعك المالي لا تستعجل بتوقيع أو بعملية تجارية حاليا حاول أنك تدرس الفكرة بشكل جيد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة اتجنبوا الانتقاد وتوجيه الملاحظات على أنواعها حاذروا من المواجهات الكلامية الأجواء سلبية جدا وما تسمح باختلاق المشاكل حاذروا من مخالفة التعليمات والقوانين أيضا وتعتبر هاي الفترة من أسوأ أيام الشهر إذا ما كنت منتبه برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زميل بتكثر التنقلات وورشات العمل ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحدهم كما أنه ممكن تكثر المسئوليات والالتزامات على أنواعها كن حريص على صحتك أيضا لأنها فترة دقيقة وبحاجة للتركيز الجيد برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم لا تسمح لأحد بأنه يغشك ممكن تحمل هاي الفترة انفراج بسيط وتعاطف لذا لا تقف مكتوف اليدين بل تحرك الفترة هاي فيها كثير من المكاسب لا إلك حاول إنك أنت تستغلها عشان تكون الأمور اللي صالحك بشكل كبير فينا على المستوى العاطفي أو على المستوى المالي أو على مستوى الحضوذ برضو تخلي علاقتك ما بينك وبين الأحبة قوية جدا والفترة هاي جيدة لا الاهتمام بالأبناء أو مسائل بتتعلق بالأبناء وبرضو في مسائل إلها علاقة بالمجالات الفنية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء